للمرة الأولى، يحتفل العالم باليوم العالمي للمناطق الرطبة، وذلك في إطار المساعي الأممية لحفظ هذه المناطق من الزوال. الاحتفال يقام تحت شعار تحرك من أجل البشر والطبيعة، ليختصر خطط الأمم المتحدة لحفظ المناطق الرطبة واستعادة ما تلف منها. والمناطق الرطبة هي كل وسط تغمره المياه كلياً أو جزئياً على مدار العام. توجه الأنظار للمناطق الرطبة يمكن تفسيرها على ضوء الأهمية الكبيرة التي تتميز بها بيئياً من خلال مساهمتها في التنوع وأيضاً دورها في الاقتصادات. ومثل ما تعد الغابات رئتها تلكوكب، فإن المناطق الرطبة تعد كليتيح نظراً لتنظيمها المياه وتنقيتها المناطق الطبيعية من النفايات. بل إنها أيضاً تستطيع التحكم بالفيضانات وتشكل ملجأاً للطيور. من هنا تحذر الأمم المتحدة من استنزاف المناطق الرطبة والضغط عليها أيضاً. لما لذلك من أثر سيء على قدرتها على احتواء الفيضانات، بل وأيضاً حفظ الكربون. وتؤكد الأمم المتحدة أن حجم الأراضي الرطبة تقلص خلال العقود الأربعة الماضية في بعض البلدان بشكل مضطرد مما يحمل مخاطر للمجتمعات المحلية وللكوكب بأسره.